خلال تدخله في برنامج معرضي الصحافة للقناة الاقتصادية الأولى أكد مسعود بن دريدي المدير العام للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحات والتنمية الريفية أكد أن برنامج الرفع من قدرات تخزين الحبوب يعد من أكبر البرامج التي سخرتها الدولة منذ الاستقلال قرار الأخير من خلال توسيع قدرات تخزين الحبوب على المستوى الوطني أي على مستوى 44 ولاية فهناك نقول 350 مستودع أفقي راح يدعم قدرات تخزين الوطنية كذلك هناك الانطلاق الفعلي في إنجاز 16 هذه 350 مستودع هي قدرات تخزين لكل مستودع هي تقدر بين 50 ألف إلى 70 ألف قنطار كذلك هناك 16 دوكسيلو لريحين كذلك كان البرنامج هذا مجمد ورفع عنه التجميد والانطلاق الفعلي في إنجاز هذه المخازن الكبرى للمستودعات كذلك هناك 30 مشروع بسعة كل واحد مليون قنطار فكل هذه الإجراءات لم ترى مثلها منذ الاستقلال